مشاهدينا معد موجز لأهم الأخبار مع رجائي شكرا جزيلا شازلي مشاهدينا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن انتصارات أكتوبر ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن العزيز في كلمته في ختام ندوة التثقيفية لمناسبة ذكرى نصر حرب أكتوبر أشار الرئيس السيسي إلى أنه بالرغم من مرور 51 عاما ما زال معين نصر أكتوبر يفيد بالعبر والدروس والتجارب التي يتم منها استلهام رؤية الحاضر والمستقبل وكرم الرئيس السيسي عددا من أبطال حرب أكتوبر ممن حققوا إنجازات وبطولات على أرض المعركة فيما أعرب الرئيس السيسي خلال تكريم أبطال أكتوبر عن شكره لتضحياتهم التي يقدرها كل مصري أعلن حزب الله اللبناني أنه تصدى لمحاولة تسلل لقوات الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية من جهة بلدة مركبة وبلدة عيت الشعب واستهدفهما بقذائف المدفعية كما نفذ الحزب 11 عملية استهداف وقصف بالصواريخ المتنوعة لأهداف وقواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية موضحا أنه استهدف بهجمة صاروخية قاعدة ستيلا ماريس البحرية تابعة لقوات الاحتلال شمال غرب حيفا كذلك موقع زبدين العسكري في مزارع شبعة بالإضافة لقصف تحركات لقوات الاحتلال في منطقتين لبونة ومرونة الراس فضلا عن قصف تل أبيب من جانبها أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن القصف الصاروخي من لبنان على تل أبيب تسبب في وقف حركة الملاحة في مطار بن جوريون أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن الدول الأعضاء في التكتل تأخرت كثيرا في التنديد بهجمات إسرائيل على جنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفال واجدد بوريل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لكسنبورغ المطالبة الفورية بوقف إطلاق النار في المنطقة لتجنب توسع الحرب تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها الخانق وعدوانها المكثف على جباليا ومخيمها للاجئين شمالي قطاع غزة وذلك لليوم العاشر على التوالي فيما ارتكب الاحتلال أمس مجزارة عبر استهداف مجموعة من الفلسطينيين أثناء انتظارهم لمساعدات أمام أحد مراكز توزيع المساعدات بمخيم جباليا وهو ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات كما أعلنت مصادر طبية استشهاد ثلاثين شخصا في الأقل وإصابة العشرات جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على شمال قطاع غزة أدنى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عقوبات الاتحاد الأوروبي على بلاده نافيا تزويد روسيا بصواريخ باليستية كان الاتحاد الأوروبي قد قرر فرض عقوبات على إيران لاتهمها بتسليم صواريخ باليستية لروسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في لكسنبورغ إنهم قرروا فرض عقوبات على أربعة عشر كيانا وفردا في إيران بينهم شركة الخطوط الجوية الإيرانية إيران إير أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية صغيرة في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا في وقت توصل فيه قواته التقدم التدريقي في مناطق شرق البلاد في بين لها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت قرية ليفاندي في منطقة زابوريجيا واتخذت مواقع ملائمة أكثر أكدت الصين مجددا في ختام مناورات عسكرية حول تايوان أكدت أنها لن تتخلى أبدا عن خيار استخدام القوة لاستعادة جزيرة تايوان كانت صين قد أجرت مناورات عسكرية حول تايوان أطلقت عليها اسم السيف المشترك مشيرة إلى أن التدريبات اختبرت بشكل كامل قدرات العمليات المشتركة المتكاملة لقواتها مشاهدين انتهى موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفصل ترجمة نانسي قنقر